تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء هولندا لبحث تطورات العمليات العسكرية في قطاع غزة وأكد الرئيس المصري أن مصر مستمرة في مسعيها للدفع بالجهود الإقليمية والدولية نحو تبني مسار التهدئة ووقف التصعيد العسكري الذي ستكون له تبعات خطيرة للغاية على المنطقة مشدداً على ضرورة إيصال المساعدة الإنسانية إلى غزة وبشكل منتظم وسريع ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء الهولنين مارك راتا عن تقديره للجهود المصرية المكثفة والتي تكللت بتنظيم قمة القاهرة للسلام وبدء دهول المساعدات إلى قطاع غزة